اشتركوا في القناة عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف وافق مجلس الوزراء على تخصيص جزء من القطعة المرقمة 413 على 4 محل 417 بمساحة دونم واحد لإنشاء مشروع محطة تصفية مياه إلى العتبة الكاظمية المقدسة على أن يستغل الجزء المتبقي من الأرض موضوع البحث على وفق ما مخصص له كحدائق ومتنزهات استثناء مشروع تطوير ساحة عباس بن فرناس من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لغرض توجيه دعوات مباشرة للشركات الرصينة لضمان تنفيذ المشروع بالسرعة العاجلة وبالدقة المطلوبة وضمنه عمل الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري تقرر ما يأتي أولاً إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 317 لسنة 2019 ثانياً تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي تتولى دراسة الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء المرقم 317 لسنة 2019 وتقديم توصياتها بشأن استرداد الأموال المصروفة بناء على القرار المذكور والحالات المماثلة إن وجدت إعفاء مواطني الجمهورية التركية من حمل الجوازات السفر العادية الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً والذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً من إجراءات منح سمة الزيارة والرسوم على وفق مبدأ المعاملة بالمثل وتمنح بشكل مباشر في المطارات والحدود البرية وتكون مدة الإقامة 30 يوماً استناداً إلى أحكام قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وأقر مجلس الوزراء تخصيص وزارة المالية مبلغ 9 مليارات ومئة مليون دينار إلى وزارة الصحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 24 ألف وستة وتسعين لسنة 2024 بشأن حملة التلقيح بلقاح الحصبة المختلطة من احتياطي الطوارئ استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 على أن تقوم وزارة الصحة بتزويد دائرة الموازنة بتفاصيل تبويب المبلغ المضاف حسب الوصل والمادة والنوع المضي بالتعاون مع شركة لوكسستون انيرجي باعتبارها المخولة بتجهيز الغاز من تركومانستان بآلية السويب لإكمال استيراد الغاز من دولة تركومانستان إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن توقيع عقد جديد بين وزارة الكهرباء وشركة سيمينز انيرجي الألمانية المتضمن تغيير نوع الوحدات البسيطة وزيادة السعة الكلية لمحطة كهرباء الناصرية من 486 ميجاوات إلى 616 ميجاوات لتكون المحطة المركبة بسعة 921.8 ميجاوات إضافة إلى تغيير الجهة المستفيدة واسم الشركة وموقع الشركة ومدة التنفيذ وجهة التمويل وإضافة الدورة المركبة الموافقة على الدعوة المباشرة لتجهيز وحدات توليدية حرارية 350 ميجاوات ونصبها وتشغيلها لمشروع محطة الشمال الحرارية تسليم مفتاح والمدرجة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية بعهدة ائتلاف الشركتين المنفذتين لمطابقة العرض للمواصفات الفنية وبمبلغ إجمالي 747 مليون دولار فقط وتتحمل شركة إي سي إي سي الصينية نسبة واحد بالمية من الفوائد المصرفية خلال 36 شهرا من خلال تقليل قيمة عقد المشروع وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم 24646 لسنة 2024 بشأن مستحقات تجهيز الطاقة الكهربائية الشركات الاستثمارية الجانب الإيراني ليصبح بحسب الآتي الموافقة على إضافة تريليون و463 مليون دينار ضمن استيراد وقود الغاز الإيراني و619 مليار و68 مليون دينار ضمن شراء الطاقة من المستثمر المحلي إلى تخصيصات موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024 استنادا إلى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث وأقر مجلس الوزراء استمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق المحجوب رواتبهم بسبب عدم وجود رقم مظيفي على أن تلتزم حكومة الإقليم باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم في وزارة التخطيط الاتحادية وفقا للآلية المتبعة لباقي موظفي الدولة العراقية على أن يكون نهاية عام 2024 حدا أخيرا ويطبق قرار مجلس الوزراء رقم ميتين وتسعة وعشرين لسنة 2022 على دوائر الإنفاق في إقليم كردستان العراق اعتبارا من تأريخ واحد كانون الثاني 2025 وأقر مجلس الوزراء آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية للأعداد التي تزيد عما حدده مجلس النواب في جدول جيم الملحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية وفق الآلية الآتية أولا استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحة ثانيا تتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف بموجب قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 وتحويلها إلى وزارة الصحة لذات الغرض ثالثا في حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة في الفقرتين واحد واثنين أعلى يتم ترحيل الذين لم يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة القادمة مع إعطائهم الأولوية بالتعيين رابعا تعد وزارة الصحة نظاما للتدرج الطبي الخاص لمدة السنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة خامسا تستمر اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي تعديل قراري مجلس الوزراء 324 لسنة 2022 المعدل بالقرار 287 لسنة 2023 وتلاثمية وثمانية وعشرين لسنة 2022 بحسب الآتي أولا حل الحقوق التصرفية للأراضي المثقلة بالحقوق التصرفية لوجود شروط الحل وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل ضمن المساحة 4800 دونم وضمن المقاطعة 1 آل بوسيف 79 خربة بن غوان 9 واد الدير الجنوبية ووزارة الدفاع ضمن المساحة 3000 دونم وضمن المقاطعات 7 وادي حجر الشرقية 10 وادي حجر الغربية واثنين الغزلاني وستة وادي الدير الشمالية ثانيا استملاك الأراضي المملوكة لأصحاب العلاقة ملك صرف ضمن المساحة 4800 دونم وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل ووزارة الدفاع ضمن المساحة لتالاف دونم وحسب الأرقام والمقاطعات الواردة من مديرية التسجيل العقاري نينوى ثالثا رفع إشارة التخصيص والحجز عن العقارات العائدة لوزارة المالية والمخصصة لوزارة الدفاع ضمن المقاطعات واحدة البسيف 79 خربة بن غوان وتسع وادي الدير الجنوبية ضمن المساحة 4800 دونم بناء على ما زودته مديرية التسجيل العقاري نينوى رابعا دخول وزارة المالية كطرف في العقد باعتبارها مالكه للأرض على أن يدفع المستثمر الكلف المالية وإعادة التوازن للعقد خامسا الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضمن متابعة المجلس لاستكمال المشاريع المتلكئة والمضي في البنى التحتية وافق مجلس الوزراء على ما يأتيه أولا إدراج مكون الأعمال التكميلية لتأهيل شبكة إنارة المدينة السكنية وناحية العبيدي ومدخل ناحية العبيدي ضمن مشروع تأهيل شبكات كحربائية واستحداث مغذيات في أقضية ونواحي محافظة بغداد وزيادة الكلفة الكلية للمشروع ثانيا إدراج مكون الأعمال التكميلية لبناء قائم مقامية قضاء راوة ضمن مشروع إنشاء وتأهيل أبنية تابعة للإدارة المحلية الفلوجة وهيت وعانة وحديثة والرطبة وراوة والرمادي وزيادة الكلفة الكلية للمشروع ثالثا استحداث مكون تجهيز الأثاث والأجهزة الطبية لمركز علاج الأمراض الصرطانية وزراعة نخاع العظم دهوك ضمن مشروع بناء مركز علاج الأمراض الصرطانية وزراعة نخاع العظم دهوك وزيادة الكلفة الكلية للمشروع رابعا تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 24540 لسنة 2024 بشأن زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك قطعة الأرض المرقمة 5686 على واحد مقاطعة 43 يارمش الشرقية الموصل محافظة نينواء لصالح وزارة العدل خامسا استثناء ديوان الوقف السني من تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة لقلة الملاكات الحندسية والفنية في الديوان المذكور وللتباعد الجغرافي لمواقع تلك المشروعات وتعددها شكراً شكراً